بسم الله الرحمن الرحيم الكذب المدمر الحقيقة دعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف قام باحثون بتسجيل صوتي لإنسان وهو يتحدث بصدق وفي اللحظة التي كان يكذب فيها كانت الترددات الصوتية الصادرة عنه تتغير أي أن الموجات الصوتية التي يسجلها الجهاز لها شكلان الشكل الأول هو حالة الصدق والشكل الثاني هو حالة الكذب وقد كان الفرق واضحا إذن هناك علاقة بين التغير الطفيف في الصوت وبين الكذب قال تبارك وتعالى محدث النبيه عن أولئك الكاذبين المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول سبحان الله في هذه الكلمات إشارة واضحة إلى معرفة أو كشف الكذب من خلال الصوت أو لحن القول واللحن في اللغة هو التغير الطفيف في الصوت أثناء الكلام لذلك يمكننا أن نقول أن هذه الآية أشارت إلى اكتشاف علمي حديث علاقة اللحن أو التغير الطفيف في الصوت بالكذب ويبقى السؤال كعادتنا كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلاقة التي لم تكتشف إلا حديثا إن هذا الاكتشاف العلمي وهذه الآية لتشهد على أنه رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق